بسم الله الرحمن الرحيم تقول الباحثة إليزابيث دون أستاذة علم النفس في جامعة كولومبيا البريطانية إن العلماء توصلوا إلى أن الصدقة يمكن أن تكون أقصر الطرق للوصول إلى السعادة ومن خلال تجارب الرنين المغناطيسي الوظيفي على الدماغ تبين أن الذي ينفق أمواله على الآخرين كان أكثر سعادة من الذي يأخذ المال ويؤكد الخبراء من بريطانيا وكندا أن إعطاء المال لمن يحتاجه من الفقراء ينشط النظام المناعي ويمنح المتبرع شعورا بالأمان والسعادة ويساهم أيضا في تنظيم ضغط الدم سبحان الله وفي دراسة يابانية جديدة تتبين أن الكلمة الطيبة لها نفس أثر الصدقة حيث ينشط مركز المكافأة في الدماغ عندما يقول الإنسان كلاما طيبا مما يشعره بالسعادة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق تمره فإن لم تجد فبكلمة طيبة رواه البخاري والسؤال الآن من الذي علم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أسرار الصدقة وفوائدها وعلمه أيضا أسرار الكلمة الطيبة حتى جعلها طريقا للوقاية من النار لا نملك إلا أن نقول صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر